اشتركوا في القناة مبدأين تعالي بسرعة نقول المقادير وبعدين نتكلم ماشي معنا نص كيلو لحمة نص كيلولو لحمة بتلو وبصلتين تطعين شرايح وفلفل مش رايح وعندنا بهارات وملح وفلفل وبردو جزر وعندنا كبايتين عصير طماطم ومعلقتين زيت وزبدة مكعبتين زبدة ومعلقتين دي تمام حلو كبايت مية عشان مع تحت قملك كفاف أنا يعني طبعا ده الجزر بتاعنا كنت قلت بس سخانه عشان هاي اللي غلابة دول ياكله لكن مالهمش نصيب خدينا نشيره دلوقتي هنبتدي نضي خناسي خنتلك الطاصة شوية ومجيب الزيت عندك الزيت وعندك كل حاجة بقى تقدريت مين علمك الطبيخ يا مياد يعني ما تعلم ما كنت تعلم امام الله ارحمها شوية ارحمها يعني ارحمها واتي تعلمتي منها قبل ما تتوفى وكملتي بعد كده او وبتطبخي انتي بقى كل يوم بقى انتي لأخت الكبيرة اللي بتطبخ لإخواتها لكي إخوات؟ او اخويا بس حسن حسن بقى بيحب يأكل ايه طب بس عشانة بقى انا عارفة هو بقى له حوالي سنة بيعمل دايت فكل اكله موفر حسن موفر اكله من الاخر يعني تعلمينه بقى اكل دايت هنسخن الزيت وبعدين هننزل باللحمة يكون سيخن شوية اعتقد بس اني اسخن هالك النار قوي اهو اعنا بوتاجاز ده شاف محمود احنا عايزين نزبط بوتاجاز بتاعنا وسمحت مفضلك هنحط اللحمة وهنطبلها بالملح والفلفل اه وهي على النار وهي على النار اه اوكي اه الملحة كتابة ملح وفلفل هو هيك وفلفل في سواني هتسخن ان شاء الله الموضوع في ناس بتقولنا اجل الملح شوية عشان اللحمة تستوي اوه ما تغيبش في سواه بس عشان ملحة كبيرة بس عشان ملحة احنا لما بنحط ملحة بتغيب اللحمة اي 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 بيسوها الاو بعدين يأحرم والكبدة والحاجات دي لازم بشوي يعني هم بييفضلوا كده بس دي لو هاتلوها بس دي احنا بتقول له كمان تستوي بسرعة اوه تستوي بسرعة وهننزل بالخل هننزل دي نفس لغة الناس اللي بيتبخوا اوه بتفرجع عليهم على طول اوه شكنا بقى احنا هننزل ده شافة الشافة اللي معنا بتتعلم بالتلفزيونات او بتعلم على طول والخل وبتقولي بقى اخوكي بيحب يأكل اي يعني دي طريقة جديدة ايه بتجربت الحسن كله حسن واضح انهو يعني ما عمل التجارب بتاعك حسن صغ وبابا برضو وبابا حسن ربنا يديو بالصغر ايه اكتر حاجة بيحبوها من ايديك اوه بس مرنات ستوي كده ممكن الماكرونات والاخي بيحب الفهيتة طبعا والحاجات ديانية وبابا بيحب بقى الخضار والرز بتلاقي وقت ما بين مزاكرتك انتي عنا عارف انك في كل التجارة ما بين مزاكرتك ومبينك انت تأخذ بالك وتبشر البيت اوه لا برافو عليك برافو عليك طيب هتتخصصي ايه بقى في الدراسة بتاعتك محازب محازب ان شاء الله اه تعالي نحط البصل والجزر ومبالما الدنيا تسخم معنا اوه يعني الراجل هي اللي بتبقى ما شاء البيت اكتر هم هي اللي تبقى شاء البيت اكتر محازب البيت اشان هي مجبرة نحطشي البيت ولا عشان علشان يعني مجبرة ولا سعيدة بدا سعيدة بدا وده درها ده درها وده درها اه وهو دو ان هو هو دوره ان هو يعني مش لازم يتأمر فردة يعني يحمد ربنا لأ يقلتي لما تتجوزي هتبقي سعيدة ان تعملي كل الادوار وتبقي فعلا من المسئوليات عليك كلها ولا تتشارك بس مش كله على أي علاة الواحدة يعني في جزء و جزء بس بس انتي معا مش أصحابك بيحكولك أو جرانك أو أهلك بتلاحظي دايما إن أول ما الواحد بيتجاوز الراجل بيشيل إيده من البيت أو بمش بيشيل إيده وما بيصرفش لأ يعني يعني هي بتكون السبب ولا؟ هي بتبقى هي بتبقى شايلة حمل كل حاجة وهو أول حاجة تقوليه له مثلا ده وصل مثلا أولاد المدرسة أو وصلهم الدرس أنا طالع عيني طول النهار بيشتغل وكأنه هو اللي بيشتغل وإحنا ما بنعملش حاجة في البيت انت رأى صعوبة عمي شايلة أوى مفيدة شايلة أوى انت فقالت شايلة أوى والله مشايلة النص أصحابي يوم اللي بيحكولي ده سمع يعني نص الحوال ده سمع تعيني خط بهارات أنا ده انت كده فهمت الموضوع بتعمل إزاي بساعدك يعني بنحط بهارات بس شفتي الوش اللي عملته بأيادة يعني بتقولك أنا سعيدة جدا بخدم حسن وبابا وأول ما قلنا لها لما تتجوزي قالت لا مش كل حاجة يعني رح تعملك كده يعني خلي بالك حسن وبابا ده من العيلة يعني ايه هو هيبقى مش عيلة بس يعني حب علي وحب علي أيه بالضبط بالضبط حب بالضبط أنا أنا مقتنعة جدا باللولي بتقوله حب عليها وحب عليه ده أنا موافقة جدا لكنه لكن بيني وبينك بزميتك يا مونا بيبقى حب علي وحب عليها زي ما قال سيد ميكاوي خلي شوية علي وشوية بس 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 حقية إنما تقولوا علي موظمة مثلتات يا حرام كل حاجة بتبع عليهم يعني طب تبعي نحط حبت مية بقى ونو ولا إيه لا شو معيا كده هننزل بالطماطم وأصير الطماطم معنا كوب بايتين يلا انزل بالطماطم عم الشاف انزل هلو هنزل بالطماطم بنسيبها هتتسب ثاني نزلنا بالطماطم نوعب بقد إيه بقى حاولي نصي ساعي إنها تستوي بسرعة اه يعني طيب بما إننا ربنا يخلينا الجزر هنغطي دي ونركنها ونطلع الجزر بتاعنا صح كده؟ اه وهي برضو هنزل معها سوس يعني هيطلع منها سوس طب قوليلي بقى إيه ده السوس ده يعني دي بعد نص ساعة اه هناخد منها السوس اللي هيطلع منها وهنعمل بقى تعالي هاتي أشلك ده الأول كده ولعلك النار هنا تعالي هو ده سوس يعني عايزينه يمسك نفسه شوي بقى هو السوس ده من من ما اللي انت هتعملي إيه بقى دلوقتي؟ احنا يعني هنسبكه هنديله وصمك شوي طيب أوكي ورهي بقى هده عمليه ازاي عبار مدرس أعملك ايه أنا أقولك ايه ايه عايزة بس انت عارف يا ميادة الأكلة دي لو هو اللحم الأورم البصل الأورم السغير ده مع مكعبات اللحم همها في اليونان يسموها استفادو وبالصالصة برضو كل حاجة نفس المكونات بالزبط أه بس انت تعاليت منين يعني يعني أكلة زي دي أنا ممكن يعني لو أنا لو أنا أخري إن أنا أعمل طبق ده لكن أفكر بقى إن أنا أتقل السوس هايزة صبر بس عشان تعملي حاجة أكيدا هكونشوفتها في حتة تلفزيون تلفزيون برضو استاذة قدر يا فن السوس ظل طلع هنقلب بقى يعني بغاية ما الزبط تتيح معنا كده تمام وهنحط عليها معلقتين دي وده هو اللي بدي الصمك بقى قبل كده كنصحي بعد كده بقى عشان مش طبعا هدخل صدتي في اللغة بتاعت مونا اللغة اللي مونا ما بتحبهاش واللغة اللي أنا بعشان اقولي يا حبيبتي حطي دي حطي أكلين أكلين اي حاجة مخلفة لأي حاجة صحية مش هتعملينها يعني سوس أبيض يعني ده سوس أبيض او هنحط عليه كفيت مية حاضر او بس مش هيبقى كده أبيض بطول وقت نعم احنا هنحط عليه بقى السوس التانية انا كده مية وكي كده اللي بينسي كده او اللي حطي لك تاني حامك صغيرين كمي تمام 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 السوس اللي طالع من من اللحمة من اللحمة هاخده ومخطة هنا اوه انا كل اللي بعمله ده عشان يتقل عشان يتقل طيب هو اللي دقيق والسامنا مع بعض والدقيق ويتقلوه اوه يبقى ايزا احنا حطينا اللحمة وحطينا البصل والجزر والفلفل واخدناهم كشويحة وبعدين حطينا مع البهارات طبعا بعدين حطينا السوس بتاع الطماطم سبناها نص ساعة بعد نص ساعة بيبقى ده المنظر اللي بيطلع علينا بنصفي الاكلة دي من السوس بتاعها مفبوط كده باخدوا السوس وبعملوا الاول بيخطلو دقيق مع لقتين ونص دقيق ومكعبتين زبدة بعدين احط السوس وبعدين عليهم هنحط للمسان شوية بهارات عليهم اه انا بس هموت طوار بقى بتقدميه ازاي مع الرز الابيض عمتا يعني اه فيمكك هو لو بتقدم كمان لوحده السوس ده يبقى اللي مش عادي احنا نقدم لحمة ورز مسلوق حاجة كده لذيذة هو هيبتدي يتقل دلوقت بس رفته روعة طبعا بس مش صحي يعني بس معلش مش كلا شيء اهو انا كده فهمت الموضوع مش ازاي يعني انت بتقدميه كده ده بيبقى شكل النهائي اهو بس احنا برضو هنعمل شكل ايه استمع هو السوس بتضايير خالصة اهو طبعا شكله روعة ده الشكل النهائي واحنا نعمل شكل النهائي ببا اهو اهو يبقى انت السوس ده ممكن انا حطه في بول فعلا لوحده عشان اه لوحده بياخد وحده ايه وبياخد وحده ايه تعمل السوس اه ما فيه شوية ابتدى يتقل خالصة خلاص كده كده يعتبر خلاص طب انا ينفع ان انا ادلقوا مرة تانية على اللحمة وراه وراه يحمل دماري وراه يحمل دماري اصلا ممكن يعني لسه كل شوية هنعد طب عموما طبعا عامل زي الاميركن سوس اللي بيبقى في الاميركن تشيكين يعني ممكن بالفراخ برضو يا جماعة نعمل انا رأيي يعني مش تصويروا أصلا ممكن نعمله على فراخ برضو وبيبقى السوس الأحور أو اللون وروز ده بيبقى جندي احنا هايزو نفعي مرسيه ميالت عبناكي معينا شكرك يا حبيبتي جلتا خيرك ويستام ايديك طبعا انا كنت عايز اقول حيكا بصي اولي اكتين انا بس يعني كنت انا عرفة عند ابو بيتفرج علي هو اخويا وانا قب enthusiasm وانا قبضي زعلته وبقول لبابا وقري لي زعولوش مني جي تقول أنا في الأخر مش كنا نعلم زعاف عليك ويكون قعدنا نبتل فيكي شوية وكدا غلط بس أنا عارف بعد التصوير ده حلو الاعتزاري يعني إزاي أن تعلم ثقافة الاعتزارة على هوا دي حاجة جميلة تسلم ايدك يا ميادا وربنا يخليك البابا وأخوكي ونورتينا تسلم ايدك يا مفيدا وبكرة وحلقة جديدة وستات ما ما حفروش اجدبوا قبل ما مشي وأقول الشيف محمود بكرة الأربع إن شاء الله هيكون معانا هتقول لنا هتعمل إيه بيه يا شيف محمود ولا مفاجأة بكرة إن شاء الله شوفكو على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة